صباح الخير من العقبة أجواء جميلة ورائعة وصباحية طبعا كيد أحمد صباح الخير وأيضا إحنا موجود محافظة الأقبة لازم نزور منزل شريح حسين بيعني شو رأيك؟ يلا يلا سنت ربا منزل شريح حسين بن عني في محافظة العقبة هذا المكان نهو تاريخ وعبقة قديم جدا يكيننا عن هذا المكان بشكلها؟ نحن الآن في منزل شريح حسين بن علي في مطلع القن العشرين كان مسلم العطار هو متصرف للعقبة أن ذاك في ذلك الفترة وكان معين من السلطة العثمانية وعندما تم فتح العقبة في 6 تموز عام 1917 انضم إلى صفوف الثورة العربية الكبرى بعدها تسلم المستشار محمد الأسد المتصرف للعقبة في ذلك الفترة طبعا هو عين من قبل الحكومة الأردنية الهاشمية وقد بنى هذا البيت المستشار محمد الأسد على الطريقة الحجازية والتي هي عبارة عن غرفتين متقابلتين وبينهما هذه الساحة السماوية وقد بنى أيضا البير الذي سمي ببير ست أو النسبة إلى السيدة زينب عليها السلام أو بير الأسد وقد سمي هذا البيت أول اسم أطلق عليه باسم دارة الرسوم وقد كتبت هذه الكلمة دارة الرسوم في جريدة القبلة عام 1924 والذي يثبت هذا الكلام عندما كتبت بهذه الجريدة وعندما أتى الشريف الحسين بن علي إلى مدينة العقبة في زيارته الأولى بنفس السنة أنذاك عام 1924 عندما نزل من الباخرة واستقبله أهالي العقبة والقبائل العربية الكبرى حيث دخل إلى هذا المنزل وماكت فيه بعض الوقت وبدأ بممارسة أعماله الرسمية لذلك اقترنا هذا البيت باسم الشريف الحسين بن علي في عام الأربعينات والخمسينات أصبح هذا البيت عبارة عن مجمع للدوائر الرسمية الحكومية وفي عام 1974 أخذته وزارة السياحة وطبعا مثل ما نحن شايفين حولته إلى مكاتب والآن يجري تطوير هذا البيت ليصبح متحفا كاملا يحكي عن قصة الثورة العربية الكبرى وعن التاريخ العقباوي منزل الشريف الحسين من أهم المعالم السياحية الموجودة في محافظة العقبا بسقطة أعداد كبيرة من السياح لازم كل واحد يزور على العقبا ويزوره ويتعرف عليه أكثر أكيد لأن هذا المنزل هو عبارة عن رمز من رموز الثورة العربية الكبرى فلأنه مثل ما حكينا أن هذا البيت اقترن بوجود الشريف الحسين فله أهمية تاريخية وثقافية بالتالي إحنا يعتبر هذا منتج سياحي لازم على جميع الزوار أنه يزوروه كونه له مكانة تاريخية وعبق عبر الزمان طبعاً منزل الشريف الحسين بن علي هذا البيت الجميل جداً يحيو نجدين فيه بصراحة مشاهدين أنا صعب جداً أوصف الشعور اللي أنا قاعد بحسه طبعاً هذا البيت موجود وإطلاله جميلة على البحار وأكيد هذا البيت غالي على كل أردني بحب تراب هذا البلد وأزع وكل حجر بهذا البيت إلها حكاية وإلها رواية رغل لنا نروح بجولة بأركان البيت ونروح إلى زمين أحمد وحمد ونشوف شو موجود عنده أحمد وحمد هذا البيت جميل بكل أركانه وأقسامه وبحجاره وبكل شيء موجود فيه الآن رح نتوجه إلى خار البيت لحتى نتعرف على شجرة مشهورة ومعروفة بهذا المكان وعندها قصة جديدة خليكم معنا أبواب مجلس شريف حسين بن علي ولكن رغم من الباب هذا كبير كثير وأيضا باب قديم جدا ولكن بصراحة هناك نفس جميل أول ما فتحت هذا الباب ومنظر جدا رائع خليكم معنا بجولة صباحية في هذا المنزل الجميل جدا 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 هذه وثيقة مبايعة أهالي مدينة العقبة للشريف حسين بن علي في عام 1338 مرحبا أحمد طبعا الخير طبعا نأكيد الوثيق أحمد هاي كمان عند شجرة صدر كبيرة يعني بجوز عمرها تقريبا من 165 عام إلى 200 عام لعم من الأشجار المعمرة الموجودة في هالمنطقة وتعتبر رمز ومكان جميل وتطفي شوية ظل وطلالة جميلة على المنطقة أحكيناك شغلة أحمد فيه شيء كمان في بير مي كمان عند الشجرة أنا والله شفت وصراحة اتفاجأت أنه في بير موجود من عام 1918 أحمد يلان كامل جوتنا في العقبة؟ يلا